سلام عليكم عادة عندما نقرأ قصص الحب والغرام في الغالب تكون النهايات سعيدة ومن النادر قصة حب تكون نهاية صعبة ومأساوية وهذا الكلام من مخيلة الكتاب والمؤلفين لكن عندما نأتي إلى الواقع للأسف نكتشف أن الواقع أمر وأصعب وأقوى من الخيال حتى المؤلفين والكتاب ما خطر على بالهم النهايات اللي تحصل في قصص الحب الواقعية وبالتأكيد هناك الكثير من علاقات الحب وقصص الحب انتهت نهايات سعيدة لكن في المقابل فيه قصص مأساوية جدا وكانت نهايات هالقصص غير متوقعة على الإطلاق قصتنا الليلة صراحة قصة مأساوية وقصة فيها عبرة عظيمة جدا لذلك قبل أن نبدأ في سارة أحداث هالقصة لا تنسون تدعمونا باللايك واللي أول مرة يسمعنا الاشتراك في القناة فضلا ليس أمرا وقصتنا الليلة الله يسلمكم من تونس وتحية لأهل تونس وليهون السامعين جميع القصة لفتاة اسمها سناء سناء هذه من عائلة بسيطة جدا وعايشة هي وأختها الأصغر منها مع أبوها وأمها وهالعائلة عايشين بأمن وأمان وأطمئنان وما عندهم قطعة من الشيطان البنت هذه سناء اللي هي بطلة قصتنا الليلة بنت عادية لكنها كذلك يعني على قدر لا يستهان فيه من الجمال والبنت من أول ما فتحت عيونها على هذا الدنيا ادخلت في المدرسة من مرحلة إلى مرحلة لحد ما خلصت هذيك اليوم المرحلة الثانوية وحصلت على علامات لبأس فيها وأدخلت في إحدى الجامعات التونسية ويا بنت قولي لمتش سناء صارت طالبة جامعة والأهل مبسوطين بهالبنت وعلى النتائج اللي قاعدة تحصدها وكذلك أختها لاحقتها على الأثر وأبو سناء وأم سناء يقولون التربية ما ضاعت سدى وأنه في النهاية البنات قاعدات يواصلن دراستهم والأمور على ما يرام تروح الأيام وتجي الأيام والسناء تروح وتجي على هات جامعة وفي يوم من الأيام سناء هذه تتعرف على شاب ينقاله أحمد أحمد هذا شرطي في الحرس الوطني موظف وأموره عال العال وشاب لا يخلو من وسامة وكذلك من عائلة بسيطة وحصل بيناتهم سلام فكلام فلقاء وحصلت بيناتهم علاقة حب لا صارت ولا تصورت هذا أحمد صار يشوف الدنيا بعين ويشوف سناء بعين بعد قدة لقاءات أحمد صارح البنت أنه صراحة أنا ما عندي لف ودوران وما عندي نية أني أضحك عليك وهاي الرواية اللي يقولها كل الشباب أي شاب يتعرف على بنت يقولها أنا غير الشباب كلهم وأنا ما ودي أضحك عليك وأنت راح تصيرين زوجتي المستقبلية وأم أبنائي والبنت شايفة فعلا أنه أحمد هو الشاب المناسب وحبته كذلك لكن حب أحمد كان لها أكبر من حبها له وأم سناء حست على البنت أنه عندها حركات وعندها شروط وعندها سرحان وهاي يا بنت يا سناء شنو الموضوع قالت والله يما أنا وقعت فيه الحب وفيه الغرام منه سعيد الحظ اللي قدر يسيطر ويتربع على عرش القلب قالت والله يما شاب اسمه أحمد وأحمد هذا شاب في قمة الأدب والرقي والاحترام والبنت صارت تسولف لأمها عن علاقة الحب هذه وديري بالك الأم تنصح بنتها ديري بالك يضحك عليك يروح يسوي لي تسال فيأخذك على مكان قالت لا تخافين علي وسناء كانت بنت صاحي يعني ما عندها خربيط ما عندها شغلات وتروح الأيام وتجي الأيام وعلاقة الحب هذه ما زالت مستمرة وتكبر يوم عن يوم وهذا أحمد صار ما يقدر يمضي يومه إلا ما يشوف البنت هذه السناء بالإضافة إلى أنه الأحوال المادية أحوال أهل السناء المادية تعبانة شوي فالبنت صارت أحيانا من باب الأحاديث اللي تصير بينها وبين حبيبها تشكيله بعض الأوضاع بعض الأمور المادية فالشاب خلاص يعني حط البنت هذه في راسه وقال لك هذه زوجتي المستقبلية وليش ما أساعدها أنا فصار يساعدها أحيانا في بعض المصاريف والبنت مبسوطة هذاك اليوم على أنه هالعلاقة هذه إنها في يوم من الأيام ممكن أنها تتتوج بالزواج والكلام هذا عام 2004 وأحمد لما تعرف على سناء كانت تقريبا 19-20 سنة وهو عمره 22-23 سنة يعني اثنيناتهم توهم ومفتحين عيونهم على هالدنيا والظاهر بالنسبة لأحمد هذا هو الحب الأول والحب الكبير والشاب أي شغلة تشتهيها البنت هذه السنة ولا تطلبها ولا تتمناها يحاول قدر الإمكان ما يخليها بنفسها لولها تطلب لبن العصفور يحضر وأطلب إياه سناء وتمني وامدللها آخر دلال وعايش هو إياها علاقة الحب هذه بطول بالعارض وشايفها ما هو مصدق والبنت يا أرضي اشتدي ما حدا قدي حبيبها شرطي رجل أمن المهم بعد مرور فترة من الزمن اكتشف أحمد أنه فعلا هذه السنة راح تكون الزوجة المثالية وهو من الأساس دخل معاها فيها العلاقة على أساس أنه العلاقة راح تتوج بالزواج وكذلك سناء شافت أنه هذا اللي راح يكون الشريك الحياء المثالي وقال لهذاك اليوم خضي لي موعد من أهلك تعرف على أهلها وتقدم لخطبتها بشكل رسمي والآن أحمد صار صهر العائلة يروح ويجي وصار يجيب الهدايا السناء والأم سناء والأخ سناء والأمور ماشي من أحسن ما يكون وبدأ أحمد وصناء يجهزون لعش الزوجية يختارون المنزل يختارون بعض الأثاث يخططون خطط بكرا نسوي كذا وبكرا بس نتزوج وبكرا مدري شنو المهمة تروح لأيام وتجي لأيام إلى عام 2008 ومر على علاقة الحب هذه والخطوبة أربع سنوات وهذا الشاب خلاص يعني ما عاد يشوف فتاة على وجه الأرض إلا سناء والبنت سناء في يوم من الأيام جاءت على أهلها وقالت يا بابا ويا ماما أنا خلاص هذا أحمد صار إكس بالنسبة لي يا بنت قولي بدلي قالت والله هذا اللي جاكم يا بنت شنو الموضوع قالت ما عندي جواب خلاص الشاب هذا أنا من طريق وهم من طريق ويسمع أحمد هذاك اليوم أنه سناء ودها تنفصل عنه ودها يعني خلاص ما مش الحال ما ضبط الوضع ويفزع أحمد هذاك اليوم على بيت عمه بيت أبو سناء خير يا جماعة شنو الموضوع سناء قاعدة خير يا سناء شنو السالفة شنو الموضوع ليش يعني صار إنا إحنا الآن أربع سنوات ما هو وبعدين إحنا ما إحنا قاعدين نلعب ما إحنا وولاد صغار يا بنت الناس قولي البنت تقول خلاص يا عمي أنا من طريق وهذا الرجل من طريق ما في نصيب يا أحمد وهذا أحمد لما سمع البنت ودها تفسخ الخطوبة كان فيها عقل وطار الولد مجنون فيها وما يتخيل نفسه يعيش يوم من الأيام بدون ما يشوف عيونها ويتصبح ويتمسى فيها يا سناء يطولك يقصرك يا بنت الناس تقول خلاص يحاول مع أبوها مع أمها يمسكونها يا سناء شنو الموضوع تقول يا عمي ما تفهمت أنا وهذا الشاب وخلاص انتهى الموضوع المهم فيها تجلسوا فيها ذاك اليوم ما توصلوا إلى حل وطلع أحمد زعلان ويضرب التل يصيب البطين ما هو عرفان شنو ديساوي حب حياته وحب أربع سنوات فجأة وبدون سابق انذار البنت هذه تطلب فسخ الخطوبة الشاب اسودت الدنيا بعينه ومعد يعرف وين وديه يتوجه ويرجع في اليوم الثاني كذلك على أهل سناء قالهم يا عمي ما في شي بهالدنيا إلا ما له حل إذا فيني عيب أصلحه إذا فيني شغلة ما هي عاجبتها أصلحها تعالي لهين يا سناء خلينا نحل الموضوع يا بنت الناس سناء قالت يا عمي لا تتعب حالك لا سبيل لك إلي يا أحمد خلاص انتهى الموضوع يا عمي لا توجع راسي وتوجع راسك روح لقى لك بنت حلال أو الله يبعث لك بنت الحلال اللي تهنيك وتسر بالك وهذا أحمد يا سناء وين الأحلام وين الخطط اللي خططناها وراح نتزوج ونكون أسرها تقول له خلاص الأحلام هذه انتهت وكل من راح في حال سبيله طلع كذلك أحمد من عندهم ما استفاد شي وصار يحاول يتصل عليها على التلفون البنت مرات ترد مرات ما ترد تقول له أرجوك لعد تزعجني خلاص بل اتصالات انسى إذا تعرف بنت اسمها سناء يا سناء كل شي له حل وفي النهاية البنت ما عد ترد على التلفون يحاول يتصل عليها يحاول يتقرب منها يحاول البنت تروح على الجامعة صارت تتهرب منه وما تتكلم معاه وهذا أحمد ما عد يعرف وين ودي يوجه حب حياته راح بين لحظة وثانية المهمة لكم وبطول سيرة أحمد هذا ما خله وسيلة وحيلة أنه يرجع البنت وترجع العلاقات إلى سابق العهد ما قدر وفي يوم من الأيام بعد اتصالات عديدة والبنت معاه ما عادة ترد عليه ويجي لعندهم على البيت كان موجود هذاك اليوم أبو سناء وأم سناء وأختها وخالها خالها هذا صاير جارهم وفي غالبية الوقت عند بيت أخته وأحمد يريد يحط النقاط على الحروف ويحاول قدر الإمكان يتفهم مع البنت سناء يا سناء يطولش يقصرش منه كلمة منها كلمة ويقوم يمد يده عليها ويضربها كفين ثلاث قدام خالها وأبوها ويفزعون الخال والأب والأخت والأم تدخلوا ضرب الأب ضرب الخال ضرب الأم كسر الدنيا خرب البيت ويقومون يتصلون على رجال الأمن ويشتكون على هذا أحمد تم إلقاء القبض على أحمد ومعيب عليك وإنت رجل أمن على أساس أنت يعني لك حسابات غير وما يصير المهم تم معاقبة أحمد عقوبة إدارية وأولها أحمد حامل للسلاح بما أنه رجل أمن وشرطي جرده من السلاح خارج أوقات الخدمة ممنوع يحمل السلاح وبالإضافة إلى بعض العقوبات الإدارية اللي منها مثلا تأخير الترفيع والحوافز ومنها الصوالف هذه بما أنه فيها الحالة يسيء إلى سلك الشرطة والحرس الوطني بالإضافة إلى أنهم وقعوا أحمد على تعاهد أنه ما يقرب علىها العائلة وعلىها البنت لا من بعيد ولا من قريب وفي حال قرب عليهم رح يكون العقاب أقصى من المرة الأولى وهذا أحمد بعد ما راحت السكرة وجاءت الفكرة بعد ما صح على نفسه ويرجع كذلك يحاول يلح على البنت يتصل عليها ما عاد ترد الآن شبه أنه فقدها بصفة نهائية يحاول يتصل عليها البنت ما ترد على التلفون يودي لها رسائل يودي لها مسيجات يترجاها يا بنت الناس خلينا نرجع إلى سابق العلاقة وأنا أعتذر وأنا مدري شنو ويعتذر منها البنت ما عاد ترد عليه أبدا وهذا لما شاف لك سناء ما عاد ترد عليه وحب حياته راح بدأ يرسل لها رسائل تهديد ويحاول يعترض طريقها وهي رايحة على الجامعة وهي راجعة من الجامعة فالبنت صار عندها خوف والعائلة وكلها صارت عايشة في حالة رعب من هذا الحبيب والخطيب السابق لسناء وجماعة متوقعين كل شيء فالبنت صارت تخاف تروح لحالها أو بمفردها على الجامعة صار أيامي أبوها يوديها على الجامعة ولا خالها ياخذونها ويرجعونها والبنت كذلك دخلت في حالة خوف وأحمد هذاك اليوم سمعان أنه سناء على علاقة بأحد زملاء الشرطة وكان هذا السبب في التهديدات ورصائل التهديد اللي كان يرسلها لا بالله بالفترة الأخيرة أحمد علا الوتيرة وعلا سقف التهديدات وقال لها والله إذا ما ترجعي لي قال لها أذبحتش أنت وعائلتتش بشكل كامل وهذه البنت زاد الخوف عندها وبلغت أمها وأبوها بهالموضوع لكن أحمد كان بالعادة باليوم يرسله خلينا نقول 10-15 رسالة منها تهديد ومنها ترجي ومنها محاولات لكن بعد مرور عدة أسابيع صارت الرسائل هذي تخف شوي شوي باليوم يرسله رسالة رسالتين أيام ما يرسل لا بالله بعد فترة ما ظل فيه لا رسائل ولا من يحزنون وأجماعة قالوا لك أكيد هذا حط عقله براسه وابعد عن طريق البنت لكن البنت ما زالت خايفة تطلع من البيت يشوفون هالناس وجيران تتلفت يمين ويصار متوقع أنه أحمد يطلع لها بأي لحظة من اللحظات وينفذ التهديدات اللي كان يرسل الهياحة لكن بعد فترة الأمور ظاهر أنها هدت وهذا أحمد معاد لا أرسل رسائل ولا شفته ولا أعترض طريقها أبدا لكن ما زال خالها وأبوها يأخذونها على الجامعة ويرجعونها تروح الإيام وتجه الإيام هذا أحمد ما استوعب اللي حصل معاه وعنده صديق وزميل ينقل له عبود عبود هذا كذلك شرطي في الحرس الوطني وصالوا له يا فترة من الزمن وهذا أحمد بعد ما حصلت معاه المشكلة تم تجريده من السلاح خارج أوقات الدوام ويجي على صديقه عبود السلام عليكم وعليكم السلام عبود على رأس العمل وسلام وكلام وخذوا بعضهم بالأحضان وشو الأخبار وشنو مسوي وما شنو مسوي قالوا والله صراحة عندي مشوار ودي أصل مشوار وودي سيارتك هذا عبود عنده سيارة قالوا ابشر ابشر بأزك هذه سيارتي وهذا مفتاحها وعلى حسابك قالوا ما أطول عليك إن شاء الله ساعة زمان وأرجع ويأخذ أحمد مفاتيح السيارة من صديقه عبود ويركب ويغادر المكان وهذا عبود ظل قاعد في مكانه وبعد 10 دقائق ربع ساعة ويتذكر عبود سلاحه ويضرب إيده على اليمين على اليسار على الطاولة في الدرج ما في لا سلاح ولا من يحزنون عنده مسدس وصار يربط الأحداث ببعضها ما حذا جاه ودخل عليه إلا صديقه هذا أحمد ويبدأ يتصل على أحمد لكن أحمد ما عاد يرد على التلفون ولا حياته لمن تنادي وقع بمصيبة وورطة كبيرة وما هو عرفان هل هو هذا أحمد لكن شبه أنه يعني متأكد 90% أنه هذا أحمد هو اللي خذ المسدس وكان هذاك اليوم الكلام عام 2008 في شهر رمضان المبارك مثل هالأيام المباركة هذه وهذا أحمد الله يسلمكم خذ سيارة صديقه وسرق مسدسه وينطلق مباشرة إلى منزل سناء والكلام كان تقريبا قبل حلول الأفطار بحوالي نص ساعة إلى ساعة زمان بين المغرب والعصر والناس اللي راجع على منزله اللي راجع من دوامه اللي جايب أغراض اللي جايب عصير اللي جايب الاحتياجات قبل حلة الفطور وهذا أول ما جاء على البيت بصفت أنه كان خطيب سابق وفايت وطال على البيت ويعرف المداخل والمخارج الجماعة عندهم على مدخل البيت بوابة حديد صغيرة ويفتح البوابة أحمد ويتوجه إلى المنزل على باب المنزل الرئيسي شوي ولا طالع خال سنة وهذا أحمد بدون لا سؤال ولا جواب ولا سلام ولا كلام مباشرة يطلق طلقة على خال سنة الرجل وقع بالأرض بدأ ينزف الدم على صوت إطلاق النار طلع أبو سنة لكن كانت الطلقة أسرع من مصدس أحمد ويرميه على باب البيت قامت الدنيا وما قعدت فيه الحارة بدأ الناس يسمعون أصوات إطلاق النار وشنو إطلاق النار هذا بدأت الناس تطلع على الأسطح اللي يتناوق من الشباك اللي وقف فيه الشارع عرف الناس أنه مصدر إطلاق النار من منزل أبو سنة لكن في مثل هالحالات الناس تخاف من المجرم لما يكون حامل سلاح وما تقدر تساوي شيء هذا متهور وماسك سلاح والسالفة فيها رصاص ما فيها مزح المهم أول طلقة كانت بالخال الطلقة الثانية كانت بأبو سنة أبو سنة توفي في مكانه الطلقة كانت في مقتل ويجي كذلك على سنة الطلقة الثالثة كانت في سنة كذلك توفيت في مكانها وكذلك يطلق النار على أم سنة وأخت سنة أجهز على العائلة بشكل كامل لكن اللي له عمر ما تكت له شدة خال سنة ظاهر طلقة ما جت في مقتل وبعد ما أطلق النار عليه ودخل هذا داخل وقتل العائلة صحى هذا الرجل وقام ويدخل وراه على المنزل ويتوجه إلى المطبخ ويسحب سكين ويحاول يضربه ويحاول يعني يخلصه المسدس لكن هذا مصاب ومطعون وينزف من الدم ويقوم هذا أحمد يخلص السكين الخالصة ويبدأ يطعن فيه عدة طعنات لحد ما الرجل شبه يعني وقع بالأرض وما عاد يقدر يتحرك ويلتفت أحمد على سنة وعلى أمها وعلى أختها وعلى أبوها وقال لك خليني أتأكد منهم ما أكتفى بإطلاق النار ويسدد لهم عدة طعنات كل جثة يجي عليها يسدد لها عدة طعنات والرجل أصبح في حالة هستيرية طبعاً أبناء الحارة كلها تجمعت في الخارج وعلى أسطوح المنازل ويا بنت قولي لماذا أطلاق نار في بيت أبو سنة والناس ما يعرفانا شنو اللي صاير وما حدا مسترجي يقرب من هذا البيت ويعني القصة فيها أطلاق نار ويتشجع واحد من الجيران هذا رجل أمني سابق يعني شرطي سابق ويجرأ ويدخل على المنزل ويحاول يسيطر على أحمد من هناك هذا أحمد ماسك السكين ويسدد طعن لهذا الجار لكن الجار كان ظاهر بنوته جسدية قوية وقدر يسيطر على أحمد لأنه أحمد بعد ارتكابه لهذه الجريمة الفضيعة انهار وما عرفان حاله شنو مساوي قدر يسيطر عليه الجماعة في الخارج كانوا متصلين على رجال الأمن حضر رجال الأمن ولما دخلوا ولا المجزرة الفضيعة اللي حاصلة فيها العائلة المسكينة بالنسبة الخالصة شافوا فيه تال يروح ويتم إسعافه على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات وبعد إجراء الإسعافات الأولية واللازمة وإجراء عدة عمليات جراحية لأنه الرجل كان متعرض إلى عدة طعنات بالإضافة إلى طلق ناري قدروا فيه النهاية أنهم ينقذون حياته في اللحظات الأخيرة أما بالنسبة لباقي العائلة انقتلت عن بكرة أبيها ما ظل ولا واحد على قيد الحياة سناء وأمها وأبوها وأختها الدنيا قامت وما قعدت فيها الحي وشن الموضوع وشن اللي صاير ويا بنت قولي لم تش عائلة أبو سناء انقتلت وما ظل منهم المخبر الجريمة كانت فضيعة بكل المقييس وضجت ولاية الكاف اللي كانت ساكنة فيها البنت هذه سناء وأحمد بها الجريمة الفضيعة مع حلول الأفطار والناس هذاك اليوم في غالبيتها ما أفطرت وخصوصا للي شافه مناظر الدم وهالعائلة اللي انقتلت بطريقة بشعة جدا وشنو السبب ما حدا عرفان ليش هذا أصبح مجرم لهالدرجة هذه ما حدا دريان المهم تم القاء القبض على أحمد والشرطي السابق اللي كان مثبته وقدر يسيطر عليه كذلك تم إسعافه إلى المستشفى وبدأ رجال الأمن يحققون فيها القضية وفيها الجريمة البشعة أحمد بما أنه في شكوى سابقة ضده من العائلة وكاتب تعاهد أنه ممنوع يقرب على الأسرة هذه لا من بعيد ولا من قريب ودخل في حالة نفسية وهستيرية ويحاولون يستجوبون أحمد أحمد قالهم يا عمي أنا شنو مسوي ليش ما اعتقليني شلون ليش ما اعتقلينك يخرب بيدك أنت قاتل أسرة بأكملها واحد بين الحياة والموت شلون شنو مسوي أنا قتلت قالوا وي أنت قتلت هذا أحمد قال يا عمي أنا مستحيل مستحيل أرتكب هكذا جريمة المهم قالوا هذا أحمد يمكن صار عنده مرض نفسي ولا حالة نفسية وبدأ ينسى الشيء اللي سواه والقضية أصبحت قضية رأي عام في تونس وتم حالة القضية هذه إلى المحاكم ورجال الأمن في تونس لأن القضية كانت ساخنة جدا لذلك انقلوا هالقضية هذه إلى العاصمة التونسية تونس وبدت الناس تسولف وصارت الروايات تطلع وكل من يسولف على كيفه وشنو الموضوع وشنو اللي صاير وليش هذا ارتكب الجريمة وهذا على حسب الأخبار اللي صارت تطلع قالوا هذا مريض نفسي وتم إحالته إلى مستشفى ينقالوا مستشفى الرازي لأجل إجراء عليه الخبرة النفسية من قبل الخبراء والأطباء النفسيين بدهم يشوفون هل هذا فعلا يعاني من مرض نفسي قبل ارتكاب الجريمة ولا لا والناس يعني بدت تتسولف فيها القضية وقالوا لك هذا بكرة أكيد يطالعوله تقرير طبي ويقولوا لك هذا مريض نفسي ويفلت من الجريمة والعقاب ويظل أحمد في المستشفى هذا تقريبا ثلاث شهور لكن بعد إجراء الخبرة الطبية عليه وبعد عدة اختبارات ويطلع التقرير الطبي النهائي تقرير الطب النفسي ويقول نعم أحمد يعاني من اضطرابات نفسية ومثل ما تقولون عنده مشكلة في التذكر أنه ما عاد يذكر بعض الأحداث اللي مرت عليه لكن هذا الأمر لا يعفي أحمد من العقاب عقاب الجريمة الفضيعة اللي ارتكبها وقالوا في لحظة ارتكاب الجريمة وقبل ارتكاب الجريمة كان بكامل قواه العقلية يعني واحد يروح على صديقه الشرطي يقعد عنده في المكتب ويصلف معه طبعا صديقه زميله هذا الشرطي تم إلقاء القبض عليه وكذلك تقديمه للمحاكمة بتهمة الإهمال لأنه لو ماهو مهمل ما قدر هذا أحمد ياخذ إسلاحه منه ورجال 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 الأمن بانتظار كذلك قبل لا يطلع التقرير الطبي النفسي النهائي بانتظار الخال خال سناء لأجل أنه يصحى ويفهمون منه بما أنه هو الناجي الوحيد من هالعائلة وهو كان حاضر وعلى اطلاع على حسب أقوال الشهود والجيران أنه الخال هذا متواجد بشكل شبه دائم عند بيت أخته لذلك هو ممكن يكون عنده السر والمفتاح لها القضية ليش أحمد ارتكبت جريمة وليش سناء رفضت أحمد وبطلت وفسخت الخطوبة خال سناء الله سبحانه وتعالى كتب له عمر وبعد ما تحصنت أحواله الصحية تم استجوابه قبل رجال الأمن وبناء على الأقوال اللي كانت شائعة في المنطقة الناس يقولون والله البنت متعرفة على شرطي زميل له وتركته وهذاك أغراها وقالت لك خليني أترك هذا وأتعلق بهذاك لكن الرواية هذه كانت ضعيفة وعلى حسب ما أدلى الخال بأقواله وشهادته أنه سبب رفض البنت لأحمد بعد أربع سنوات حب وروحات وجيات وعلى أساس يعني مقبلين على مشروع زواج قال أنه البنت سناء اكتشفت عجز أحمد الجنسي وظاهر حاصل لقاء بيناتهم وحاصل المحضور واكتشفت أنه هذا الشاب عاجز جنسيا لذلك البنت قالت لك يعني ما الحياة لا يمكن أنها تستمر مع شخص عاجز جنسيا وهذا لما أرفضته وهو عارف سبب الرفض وكان مستميت بأنه البنت ترجع على سابق عهدها لكن البنت تحسمت أمرها في النهاية وقالت لا سبيل لك إلي المهم الناس بدت تسولف على قضية هذا أحمد بما أنه شرطي والقضية مست الحرس الوطني وجهاز أمني في تونس مسؤولية الحفاظ على أمن المواطنين والقضية أخذت صدى واسع في تونس لأنها كانت من أصعب القضايا والجرائم في تاريخ تونس من الجرائم الكبيرة عائلة بأكملها والناس بانتظار إصدار الحكم النهائي وبدت المحاكمات والجلسات وهذا تم اكتشاف أنه فعلا يعني من بعض الإضطرابات النفسية وثقوب في الذاكرة يعني ينسى بعض الأحيان لكن وكت ارتكاب الجريمة كان مسؤول وبكامل قواه العقلية في النهاية عام 2010 تم إصدار الحكم النهائي على أحمد وتم الحكم عليه بتهمة قتل أربع أشخاص ومحاولة قتل الخامس اللي هو الخال واللي الله كتب له عمره وعاش تم الحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة وهالقضية هذه قضية أحمد كانت سبب في إعادة ترتيب أو تجديد بعض العقوبات وخصوصا تعنيف النساء تم تجديد العقوبة وكذلك بالنسبة لحمل السلاح للأعوان أو الشرطة خارج أوقات الدوام صار الشرطي على هو ما أعرفت من خلال مجريات وأحداث القضية بس يخلص دوامه ويسلم إصلاحه للمركز اللي يخدم فيه ويمارس حياته الطبيعية خارج أوقات الدوام بدون سلاح وكانت هذه نهاية القصة المأساوية قصة سناء وقصة هذا أحمد اللي فيه النهاية تدمر حياته وتدمر حياة أسره كاملة لأجل ماذا؟ لأجل قصة حب والقصة هذه أعطاها أكبر من حجمها الطبيعي وقصص الحب المفروض أنها تنتهي بزواج أو تنتهي بفراق ويتم الحزن على هالعلاقة اللي مرت والدنيا ما توقف عند بنت في هالدنيا ولا عند شاب وبعد هالقصة هذه القصة المأساوية لابد من تلطيف الأجواء عام 2010 في مدينة الحسكة السورية وتحديدا في منطقة ينقلها منطقة عامودة منطقة حدودية على الحدود السورية التركية فيه فتاة اسمها نيرمين نيرمين هذه عمرها 16 إلى 17 سنة بنت جميلة جدا وتتعرف هذا كل يوم على شرطي شرطي سير وشرطي في البداية لا طفها وهي أعطته ابتسامة وظهر أعجبت بشخصيته وحصلت بينه وبينها علاقة حب سطحية يعني ما صار فيها لقاءات وصار فيها مثل ما تقولون خرابيط وسوالف لكن البنت هذه أعجبت بشخصيتها الشرطي وحبته من كل قلبها والبنت في سن 16-17 سنة في قمة المراهقة وعدم التكليف ونيرمين هذه شايفة حالها أمام صديقاتها وزميلاتها أنه حبيبها شرطي ورجل أمن وصارت تتردد على المكان اللي يوقف فيه وتبادلوا النظرات وهو كذلك يحاول يسايرها يعني ورجل واعي أمره بالـ 25-26 سنة البنت حبته وقالت لك خلاص هذا هو شريك الحياة وهذا زوج المستقبل وصارت تتردد عليه كل يوم والثاني وتروح الأيام وتجي الأيام البنت صارت تسولف مع الشرطي بموضوع الزواج وهذا الشاب ما هو مهيئ نفسه لموضوع الزواج وما هو بصدد أنه يتزوج الآن والبنت هذه توهى في سن المراهقة فممكن تسبب له مشاكل وهو أصلا صار يسايرها مسايرة يعني والبنت تعلقت فيه وصار يضحك عليها يحاول يعني يمدد الوقت معها اليوم وبكرة وبعد بكرة البنت قالت له أنا مستعدة أني أخطف معاك يعني إذا نهرب أنا وياك على مكان أنا مستعدة أهرب معاك فهذا شرطي ورجل أمن ورح يخسر وظيفته والبنت هذه مراهقة ما هي عرفان الدنيا شنو مكلفة وعلاقة حب سطحية وما هو هو قاعد يسايرها مسايرة المهم البنت صارت تلح عليه في موضوع الخطف وأما تخطفني وهلها أكيد ما رح يوافقون على موضوع الزواج لصغر سنها وهو أسبوع أسبوعين ثلاث شهر زمان وهذه كل يوم والثاني تيجي عليه تقوله لازم تخطفني يا بنت الناس حلي عني البنت لا حياتها لمن تنادي وتقوم هذاك اليوم عندها جدها متوفي من عدة سنوات وعنده مسدس قديم وتقوم تأخذ هذا المسدس وتروح على الحدود السورية التركية وهم أصلا مكان سكنهم وخدمة هذا الشاب قريب جدا من الحدود السورية التركية على الشريط الحدودي وتدخل داخل المنطقة العازنة يعني هو صاير عبارة عن شريط أو مثل ما تقولون خلينا نقول الحد هذا عبارة عن متر وقفت هي على السور المبني وتقوم تسحب المسدس وتحط المسدس هذا على رأسها ويفزعون هالناس وخير ويا بنت قولي لمش والله في بنت ويدها تقضي على نفسها ويدها تنتحر وليش وشنو السبب وتجمع هالناس وهالمرة ويحاولون يهدون البنت جه رجال الأمن قالت ما أشيل المسدس هذا عن راسي إلا ييجي حبيبي الشرطي منو حبيبش الشرطي قالت حبيبي فلان وقالت يا بنت الناس خلاص نزلي هالمسدس وانزلي عن هالسور وخلاص نجيب ليش حبيبش الشرطي ويجيبون الشرطي هذا وبنفس الوقت يحاولون يهدون البنت بحيث أنها ما ترتكب خطأ وتقضي على حياتها لأنه البنت ظاهر ملقم المسدس وحط أصبعها على الزناد وواقف على هالسور الجدار الفاصل ما بين سوريا وتركيا حاولوا يهدونها البنت لما شافت حبيب هجه وتقوم تطلق طلقة فيه الهواء وترمي المسدس داخل الأراضي التركية ونزلوها وفهموا من الشرطي أنه فعلا هو على علاقة غرامية معها لكن العلاقة هذه سطحية وما تتعدى أنه البنت في سن مراهقة وعجبت فيه وحاول يبعدها عن موضوع الخطف وأنها تهرب معاه وقال يا عمي هذه البنت مجنونة وودها تحاول توديني فيه ستين داهية وأخسر وظيفتي في النهاية ما تم إدانة هذا الشرطي بأي شيء وأنه فعلا البنت مراهقة وما هي مالكة العقلها وما هي مستوعب لماذا قاعد ساوي تم إطلاق صراحة الشرطي والمشكلة الآن صارت فيه المسدس اللي صار داخل الأراضي التركية تم مخاطبة السلطات التركية لأجل الحصول على هذا المسدس وتم جلب المسدس من قبل رجال الأمن الأتراك وتسليمه لرجال الأمن في سوريا وتم صادرة هذا السلاح لأنه غير مرخص أما البنت بصراحة ما أدري شنو الحكم اللي صادر بحقها أو شيء أعتقد تم إطلاق صراحة لأنه البنت تحت السن القانوني وما أذت حدا يعني وكانت هذه نهاية قصة الشرطي والفتاة نيرمين يعني هذه نهاية معقولة ومتوقعة لفتاة متهورة وفي سن المراهقة أما بالنسبة لقصة أحمد وصناء يعني المفروض في علاقات الحب وقصص الحب المفروض ما تخلي هذا شخص هو كل شيء في حياتك هي في نهاية اسمها قصة حب والزواج قسمة ونصيب يمكن ما لك نصيب بهالبنت يمكن ما لك نصيب بهذا الشاب فما في داعي أنت تخلي دينتك وحياتك ومشاعرك وأحاسيسك كلها مرتبطة بهذا الشخص لأنه في حال تخلى عنك هذا الشخص رح تقع فيه كارثة مثل ما حصل مع هذا أحمد وفي النهاية الحياة ما توقف عند حبيبة تركتك ولا ما تفقت أنت وياها ما تفهمت أنت وياها ما تصل الأمور إلى حد الإجرام والقتل بهالطريقة البشعة هذه كل قصة وإلها نهاية وتوقع كل شيء يمكن البنت يتبدل رأيها يمكن مع مرور الوقت تكتشف أشياء وشغلات ما كانت مكتشفتها وكثير من الأمور تظهر وتبين مع استمرار العلاقة وطولها لذلك يجب اختصار الأمور هذه ولا تطول في علاقة حب وأصلا هذا الحب هو كذبة يعني الحب هذا يجي بعد الزواج بعد ما يحصل الزواج على سنة الله ورسوله والأمور تكون في إطار الزوجية وتحت ثقف واحد وفي علاقة شرعية بما يرضي الله عز وجل وهذا الأمر يجب أنه يكون حذرين منه أولياء الأمور بالنسبة للشباب والبنات في حال الخطوبة في حال الارتباط ما أنها تطول للفترة هذه فترة الخطوبة وبعدين يكتشفون أخطاء ويكتشفون سوالف ويكون وقع اللي وقع بيناتهم لذلك يجب الانتباه لهذا الأمر وعدم إطالة فترة الخطوبة وعدم فتح المجال أمام الخطبين أنه يلتقون بعضهم في منطقة خالية ويلتقون بمفردهم وما اختلى رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما لذلك الحذر واجب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ أبنائكم وبناتكم في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه شكرا